موسيقى محاضرتنا اليوم عن تعريف المعاقين ذوي الفئات الخاصة من هم المعاقين ذوي الفئات الخاصة؟ طبعا الفئات الخاصة يشير إلى أشخاص الذين يديهم إعاقات تطلب احتياجات خاصة وتكيفات في البيئات التعليمية والعملية والاجتماعية لتمكنهم المشاركة الكاملة في المجتمع طبعا تنوى لعاقات ويمكن أن تكون جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية ولكن منها تحديات فريدة طلب أنواع مختلفة من الدعم والخدمات إذن المعاقين ذوي الفئات الخاصة يشير إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقات تطلب احتياجات خاصة وتكيفات في البيئة التعليمية والعملية والاجتماعية لتمكنهم المشاركة الكاملة في المجتمع طبعا تنوى لعاقات ويمكن أن تكون جسدية حسية عقلية أو نفسية ولكل منها تحديات فريدة تطلب أنواع مختلفة من الدعم والخدمات طبعا الفئات الرئيسية للذوي الفئات الخاصة طبعا لعاق الحركية طبعا هم الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الحركة نتيجة الأمراض أو إصابات تؤثر على الجهاز العطلي الهيكلي إذن ذوي لعاق الحركية هم الأشخاص الذين يعانون المشكلات في الحركة نتيجة الأمراض أو إصابات تؤثر على الجهاز العطلي الهيكلي مثل الشلل الدماغي طفل يعاني من شلل دماغي يستخدم كرسيا متحركا يحتاج إلى تكيفات في البيئة المدرسية مثل المحضرات والمصاعد مثل أيضا هناك جماعة بتر الأطراف شخص فقد أحد أطرافه بسبب حادث يستخدم أطرافا صناعية أو كرسيا متحركا ثانيا ذوي لعاق الحسية هم الأشخاص الذين لديهم صعوبات في أحد الحواس الأساسية مثل البصر أو السماء أو المطط العاق البصرية شخص كفيف يحتاج إلى مواد تعليمية بطريقة برايل أو أجهزة تكبير نصوص مثال عن العاقة السمية شخص أصم يستخدم لغة الإشارة التواصل أو يعتمد على أجهزة سمية ثالثا ذوي لعاقة العقلية وهم الأشخاص الذين يعانوا من صعوبات في الوظائف العقلية والتكيف الاجتماعي مثل تأخر العقلي طفل لديه تأخر عقلي يحتاج إلى برامج تعليمية خاصة ومناهج مصمم مالي تلبي احتياجاته التعليمية مثل جماعة متلازمة دون شخص لديه متلازمة دون يحتاج إلى دعم إضافي في التعلم والتطوير المهارات الاجتماعية رابعا ذوي لعاقة النفسية والعاطفية هم الأشخاص الذين يعانون من التربات النفسية تؤثر على تفكيرهم أو مشاعرهم أو سلوكهم مثل من الأمثلة اكتئاب الشديد شخص يعاني من اكتئاب حاد يحتاج إلى علاج نفسي ودعم اجتماعي أيضا الفصام شخص يعاني من الفصام يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ودعم في المجتمع الحفاظ على استقراره النفسين هناك ذوي لعاقة النمائية هم الأشخاص الذين يعانون من تأخر أو اضطراب في النمو يشمل مجالات متعددة من تطور مثل جماعة اضطراب طيف التوحد أو اضطراب النمو المتعددة اضطراب طيف التوحد مثل طفل يعاني من توحد يحتاج إلى بيئة تعليمية مهيئة تضمن تعليمات واضحة ودعم في التواصل الاجتماعي اضطرابات النمو المتعددة طفل يعاني من اضطرابات تشمل مشاكل في الحركة والكلام والتفاعل الاجتماعي إذن خمس فئات للفئات الخاصة اللعاقة الحركية اللعاقة الحسية اللعاقة العقلية اللعاقة النفسية والعاطفية والعاقة النمائية اللعاقة الحركية هم الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الحركة نتيجة الأمراض أو إصابات تؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي مثل جماعة شلال الدماغي أو بطر الأطاق طفل يعاني من شلال الدماغي يحتاج كرسي متحرك ويحتاج إلى تكيفات مع البيئة المدرسية مثل محضرات ومصاعد ذو اللعاقة الحسية هم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في أحد الحواس الأساسية مثل البصر أو السماء اللعاقة البصرية شخص كفيف يحتاج إلى مواد تعليمية بطريب تبراي أو أجهز تكبير نصوص اللعاقة سمعية شخص أصامي يستخدم لغة الإشارة للتواصل أو يعتمد على أجهزة سمعية العقلية هم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوظائف العقلية والتكيفة الاجتماعي طفل لدي تأخر عقلي يحتاج إلى برائج تعليمية خاصة ومناهج مصممة بإحتياجات تعليمية متلازم الداون يحتاج إلى دعم إضاف التعلم وتطوير المهارات الاجتماعية ذو اللعاقة النفسية والعاطفية هم الأشخاص الذين يعانون من الترابات النفسية تؤثر على تفكيرهم أو مشاعرهم أو سلوكهم مثل الفصام يحتاج شخص المصاب الفصام يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ودعم في المجتمع الحفاظ على استقراره النفسي ذو اللعاقة النمائية والشخاص الذين يعانون من التأخر أو اضطراف في النمو يشمل مجالات متعددة من التطور اضطراف طيف التوحد طفل يعاني من التوحد يحتاج إلى بيئة تعليمية مهيئة تضمن تعليمات واضحة ودعم في التواصل الاجتماعي اضطراوات النمو المتعددة طفل يعاني من اضطرابات تشمل المشاكل في الحركة والكلام والتفاعل الاجتماعي انثلة على دعم المعاقين ذوي الفئات الخاصة تفضلي منال السلام عليكم السلام ورحمة تفضلي الفصل الخامس ارشاد المعاقين ذوي الفئات الخاصة ويقصد بالفئات الخاصة المعوقين المعوقون ودي الحاجات بس الصوت شوي الصوت موطالة بس اعلي صوت شوي موطالة المعاقين والمشوهين ويصنف البعض المتفوقين باعتبارهم فئة خاصة وهذه الفئات جميعا تحتاج العمل معهم الى تعديل وسائل الارشاد لتناسب حالاتهم ردود فعل الوالدين واتجاهاتهم هناك ردود افعال عديدة للأسر نحو الطفل المعاق عقليا وهناك اتجاهات مثل الاتجاه السلبي بعض الأسر لا تتقبل هذا الوضع يعني بس يجي لعند الطفل المعاق ترفض الواقع انه عند طفل المعاق يعني مشتى الاشكال عدم الاكتراف والأهمال بعض الأسر لا تتقبل هذا الطفل بتأدي الى أهماله بدرجة كبيرة من حيث اللباس الطعام العناية الصحية ويحاولون اخفاءه ومنحياتهم اليومية حتى المناسبات او المناسبات الاجتماعية يعني يخفوا لهذا الطفل الاهتمام الزائد بالطفل المعارق هون العكس بصير الاهتمام زياد بهذا الطفل بصير هو محور العائلي ويعود ذلك لشعور الوالدين بالإثم والذنب لوجود إعاقة عند هذا الطفل مما يعيق برامجه التعليمية تعريف إرشاد المعاقين هو عملية مساعدة المعاقين وتتضمن تقديم الخدمات المختلفة الصحية والنفسية والاجتماعية والاجتماعية تماما تابعي وتربوية بهدف بهدف تمكنهم من التكيف النفسي والمهني والاجتماعي في الحياة الهدف من إرشاد الفئات الخاصة تغلب على الآثار المباشرة للظروف غير العادية يعني لظروف الإعاقة إزالة الآثار النفسية المترتبة على الحالة الغير عادية تعديل ردود الفعل للحالة كما في الاتجاهات نحو الإعاقة والمعوق الحاجة الحاجة إلى إرشاد الفئات الخاصة تحتاج إلى خدمات إرشادية خاصة علاجيا وتربويا ومهنيا وزواجيا وأسريا بشكل برامج مرنة إذا كان الفرد المعوق ضغطا على أسرتي فإنه وأسرتي تحتاج إلى خدمات الإرشاد النفسي مشكلات لا تماما نكفي لنشوف الشباب إذا حدا عنده تعليق أو حدا عنده سؤال استفسار ونحكي عن المواضح التي قلنا عنها فضلوا شباب حدا عنده أي استفسار أو سؤال فضلوا طبعا بهمني الفقرة ردود أفعال الوالدين على المعاقين أو الفئات الخاصة إذا ردود أفعال الوالدين على المعاقين أو الفئات الخاصة طبعا الوالدين عند اكتشاف أن طفلهم ينتمي إلى الفئات الخاصة أو لديه يعاقة إذا الوالدين عند اكتشاف أن طفلهم ينتمي إلى الفئات الخاصة أو لديه يعاقة يمكن أن تكون متنوعة ومعقدة فهم يمرون بمراحل مختلفة من المشاعر والتكيف مع الوضع الجديد إذن الوالدين عند اكتشاف أن طفلهم ينتمي إلى الفئات الخاصة أو لديه يعاقة يمكن أن تكون متنوعة ومعقدة إذن يمرون بمراحل مختلفة المشاعر والتكيف مع الوضع الجديد طبعا بعض ردود أفعال الشائعة عند الوالدين دائما هناك صدمة وإنكار طبعا تكون الصدمة هي أول رد فعل عند سماع التشخيص وغالبا ما يتبعها الإنكار حيث يجد والدين صعوبة في تصديق أن الطب لهم يعاني من إعاقة دائما إذن تكون الصدمة أول رد فعل عند سماع التشخيص ودائما ما يذهب الوالدين إلى أكثر من طبيب ويمكن أن يمروا على أطباء المدينة بأكملها ويذهبوا إلى مد أخرى لكي يسمعوا تشخيصا جديدا وغالبا ما يتبعها الإنكار حيث يجد الوالدين صعوبة في تصديق أن طفلهم يعاني من إعاقة طبعا عند أخبار والدين بأن طفلهم يعاني من اضطراب مثلا طيف التوحد قد يكون رد فعلهم الأول لا يمكن أن يكون هذا صحيحا هذا مجرد متأخر قليلا في تطور مثل أطفال الآخرين إذن الصدمة والإنكار تكون الصدمة هي أول رد فعل عند سماع التشخيص وغالبا ما يتبعها الإنكار حيث يجد الوالدين صعوبة في تصديق أن طفلهم يعاني من إعاقة إذن عند أخبار والدين بأن طفلهم يعاني مثلا من طيف التوحد أو التأخر العقلي قد يكون رد فعل الأول لا يمكن أن يكون هذا صحيحا ويمكن أن يعرضوه على أكثر من طبيب ويعتقدون أن هذا الطفل مجرد تأخر قليلا في تطور مثل أطفال الآخرين ثانيا بعد الصدمة يأتي الحزن والشعور بالذنب إذن يشعر بعض الوالدين بالحزن على الطفل والتحديات التي سيواجهها وقد يشعرون بالذنب ظن منهم أنهم قد فعلوا شيئا تسبب في الإعاقة إذن يشعر بعض الوالدين بالحزن على الطفل والتحديات التي سيواجهها وقد يشعرون بالذنب ظن منهم أنهم قد فعلوا شيئا تسبب في الإعاقة ويبدأون في البحث عن أسباب التي سببت هذه الإعاقة إذن مثل والدان تشخص ابنهم بأنهم متلازمت داون يشعرون بأن الذنب كان في شيء فعلوه أثناء الحمل أو أثناء فترة الحمل أثر على صفحات الطفل إذن يشعروا والدين بالحزن والطفل والتحديات التي سيواجهها وقد يشعرون بالذنب ظن منهم أنهم قد فعلوا شيئا تسببا في الإعاقة بعد الحزن والشعور بالذنب يأتي الغضب إذن يشعروا والدين بالغضب تجاه الأطباء أو نظام الرعاية الصحية أو حتى تجاه أنفسهم إذن يشعروا والدين بالغضب تجاه الأطباء أو من نظام الرعاية الصحية أو حتى تجاه أنفسهم مثال أب يعبر عن غضبه قائلا كيف لم يتمكن الأطباء من اكتشاف هذا في وقت سابق لماذا لم يخبرنا أحد إذن قد يشعروا والدين بالغضب تجاه الأطباء أو نظام الرعاية الصحية أو حتى تجاه أنفسهم مثل أب يعبر عن غضبه قائلا كيف لم يتمكن الأطباء من اكتشاف هذا في وقت سابق لماذا لم يخبرنا أحد بهذا الأمر رابعا يأتي القلق والخوف من المستقبل طبعا القلق بشأن مستقبل الطفل والقلق من كيفية تلبية احتياجاته الخاصة إذن القلق بشأن مستقبل الطفل والقلق من كيفية تلبية احتياجاته الخاصة أم تشعر بالقلق حول كيفية ضمان حصول طفلها على التعليم المناسب والرعاية اللازمة وتساءل ماذا سيحدث له عندما يكبر كيف سيعتمد على نفسه إذن القلق بشأن مستقبل الطفل والقلق من كيفية تلبية احتياجاته الخاصة أم تشعر بالقلق حول كيفية ضمان حصول طفلها على التعليم المناسب والرعاية المناسبة أو اللازمة وتسأل ماذا سيحدث له عندما يكبر فيك سيعتمد على نفسه إذن بعد الصدمة والإنكار والحزن والشور بالذنب والغضب والقلق والخوف في المستقبل يأتي القبول والتكيف إذن بعد المرور بمشاعر السلبية يبدأ بعض الوالدين في القبول الوضع الحالي والبحث عن أفضل الطرق لدعم الطفل إذن بعد المرور بمشاعر السلبية يبدأ بعض الوالدين في قبول الوضع الحالي والبحث عن أفضل الطرق لدعم الطفل مثل والدين يبدأان في حضور ورش عمل حول التوحد ويتعلمون كيفية دعم احتياجات طفلهم ويبحثون عن برامج تعليمية مناسبة إذن بعد المرور بمشاعر السلبية يبدأ بعض الوالدين في قبول الوضع والبحث عن أفضل الطرق لدعم الطفل مثل والدين يبدأان في حضور ورش عمل حول التوحد ويتعلمون كيفية دعم احتياجات طفلهم ويبحثون عن برامج تعليمية مناسبة يأتي بعد القبول والتكيف الإيجابية والأمل وهي تطوير نظرة إيجابية متفائلة بشأن قدرة الطفل على التكيف والنمو بفضل الدعم المناسب إذن تطوير نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن قدرة الطفل على التكيف والنمو بفضل الدعم المناسب أم تقول نعم لديه تحديات لكني أرى فيه الكثير من الإمكانيات إذن أم تقول عن طفلها أن لديه تحديات ولكنها ترى أن فيه كثير من الإمكانيات وستفعل ما بوسعها لدعمه ليحقق أفضل ما يمكن طبعا هناك استراتيجيات لدعم الوالدين حول الفئات الخاصة التثقيف مثل توفير معلومات واضحة ودقيقة حول الإعاقة وكيفية التعاون معها يمكن أن يخفف من القلق ويعزز الشعور بالسيطرة إذن التثقيف توفير معلومات واضحة ودقيقة حول الإعاقة وكيفية التعاون معها ويمكن أن يخفف من القلق ويعزز الشعور بالسيطرة مثل ندوات وورش عمل تعليمية للوالدين حول كيفية التعاون مع أطفالهم ذو الإحتياجات الخاصة إذن ندوات وورش عمل تعليمي للوالدين حول كيفية التعاون مع أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم النفسي استعاني المستشارين أو مرشدين نفسيين أو معالجين لدعم الوالدين في التعاون مع المشاعر المعقدة جلسات علاج نفسي فردية وجماعية للوالدين لمساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم والتعاون مع الضغوط أيضا هناك مجموعات الدعم مجموعات دعم للأهالي الذين لديهم أطفال من دول الاحتياجات الخاصة حيث يمكنهم تبادل خبرات والدعم العاطفي مجموعات دعم شهرية لأمهات مثلا لواتي لديهم أطفال يعانمهم لازم الدعم حيث يتبادلنا النصائح والقصص أيضا هناك تخطيط للمستقبل العمل من المختصين لتطوير خطة تعليمية وعلاجية طويلة الأمد لضمان حصول الطفل على أفضل دعم ممكن تطوير خطة تعليمية فردية بالتعاون مع المدرسة والمعالجين لضمان تلبية احتياجات الطفل التعليمية الرعاية الذاتية تأكيد على أهمية أن يعتني الوالدين بأنفسهم أيضا لضمان قدرتهم على رعاية طفلهم بفعالية تحديد وقت للرعاية الذاتية مثل مارسة الرياضة أو الهوايات أو الاسترخاء للتخفير التوتر تختلف ردود أفعال والدين وتكيفهم مع الوضع مع شخص لآخر ولكن من خلال الدعم المناسب يمكنهم التكيف وتقديم أفضل رعاية لأطفالهم إذن تختلف ردود أفعال والدين وتكيفهم مع الوضع من شخص لآخر ولكن من خلال الدعم المناسب يمكنهم التكيف وتقديم أفضل رعاية لأطفالهم آآ ممكن نتابع منان آآ مشكلات ذوي الحاجات الخاصة آآ مشكلات اجتماعية يشعرون انهم عبء على الاخرين ومشكلات نفسية الافكار السلبية والشعور بدونية وعدم بسترفع صوت شوي مشكلات اجتماعية يشعرون انهم عبء على الاخرين مشكلات نفسية الافكار السلبية والشعور بدونية وعدم الاقتدار مشكلات تربوية مهنية نقص فرص العمل امامهم مشكلات اخرى احجام الاخرين عن الزواج منهم وهناك من يصنف مشكلات هؤلاء مشكلات عامة ومشكلات خاصة كما يلي مشكلات عامة ومنها المشكلات الاجتماعية اتجاهات الناس الخاطئة نحو المعاقين وذوي العاهات المشكلات الاسرية حيث تكون نظرة الاسرة للمعاق على انه عقاب من الله او مشكلة مدى الحياة المشكلات التربوية حيث لا تتوفر الامكانات او الاخصائيين لتأهيل هذه الفئة المشكلات المهنية نقص فرص العمل امامهم لو لا تخصيص 5% من الوظائف الحكومية في القطاع العام لهم المشكلات الانفعالية ومنها الشعور بعدم الرضا والخوف والشعور بالاحباط مشكلات الزواج الرغبة مفهوم الذات السالبة تتأثر مفهوم الذات لدى الغرد من الفئات الخاصة مشكلات خاصة منها مشكلات المتفوقين ومشكلات ضعاف العقول مشكلات العميان وضعاف البطر مشكلات الصم وضعاف البطر مشكلات المعوقين جسدياً الكساح مشوهين او الشلل مشكلات الجانحين سلوكهم مضاد للمجتمع او اجرامي منحارف المبادئ الاساسية في ارشاد المعوقين تخصها شاكر قنديل عام 1996 بما يلي المعوق له جميع مطالب احتياجات الفرج العادي المعوق يحتاج الى التدريب على المهارات الاساسية للتوافق مع الاخرين المعوق يحتاج الى التشجيع المستمر للاعتماد على ذاته والاستقلالية المعوق يحتاج الى التركيز على مواطن القوة ولديه المعوق يحتاج الى تقديم المساعدة له عندما يكون بحاجة اليها مشكلة المعوق هي مشكلة الاسرة كلها الوالدين لديهما مشاعر سلبية الوالدين وباقي أفراد الأسرة يحتاجون إلى فهم معنى الإعاقة ممكن تعيدنا المبادئ الأساسية في أرشاد المعاطين لخصها شاكر قنديل عام 1996 بما يلي المعوق له جميع مطالب واحتياجات الفرد العادي يعني هو مثل أي شخص عادي وله مطالب وله احتياجات وله حقوق المعوق يحتاج إلى التدريب على المهارات الأساسية للتوافق مع الآخرين المعوق يحتاج إلى التشجيع المستمر للاعتماد على ذاته والاستقلالية المعوق يحتاج إلى التركيز على مواطن القوة لديه المعوق يحتاج إلى تقديم المساعدة عندما يكون بحاجة إليها مشكلة المعوق هي مشكلة الأسرة كلها الوالدين لديهما مشاعر سلبية الوالدين وباقي أفراد الأسرة يحتاجون إلى فهم معنى الإعاقة طيب راح نحكي عن مشكلات التي يعاني منها أو تابع بعدين أنا برجع المبادئ الأساسية الخدمات الرشادي المعاقين نرجع عليهم فضلي تابع من التابع خدمات الرشادي المعاقين جيدا لكم إذن اجتماعية يشعرون أنهم عبء على الآخرين على الأسرة مثلا مشكلات نفسية الأفكار السلبية والشعور بالدونية وعدم الاقتدار مشكلات تربوية مهنية حق شكلة العمل أمامهم مشكلات أخرى إحجام الآخرين عن الزواج منهم وهناك من يصنف مشكلات هؤلاء مشكلات عامة ومشكلات خاصة مشكلات العامة المشكلات الاجتماعية اتجاهات الناس الخاطئة نحو المعاقين وذوي العاهات يعني نظرة الناس لهم المشكلات الأسرية حيث تكون نظرة الأسرة المعاق على أنه عقاب من الله أو مشكلة مدى الحياة المشكلات المشكلات المهنية نقص قرص العمل أمامهم لو لا تخصيص 5% من الوظائف الحكومية في القطاع العام لهم المشكلات الانفعالية ومنها الشعور بعدم الرضا والخوف والشعور بالإحباط مشكلات الزواج الرغبة بالزواج مع وجود عوائق في سبيل تحقيق هذه الرغبة وهي الإعاقة مفهوم الذات السالبة تأثر مفهوم الذات لدى الفرد من الفئات الخاصة مشكلات خاصة منها مشكلات المتفوقين مشكلات ضعاف العقول مشكلات العميان وضعاف البصر مشكلات الصم وضعاف البصر مشكلات المعوقين جسديا مثل الشلال الكساح ومشوهين مشكلات الجانبين سلوكهم وضعاف المجتمع أو إجرامي منحرك تابع دكتور تابع مراحل التشخيص تابعي تابعي منال مراحل التشخيص تعتبر أصعب المراحل بالنسبة للأهل هي عدقة هي عندما يتم تشخيص الطفل في مرحلة الطفولة لأول مرة على أنه معاق بحيث لا يمكنهم تقبل الأمر بسهولة وواقعية بعض جوانب التدريب في الإرشاد الجماعي للمعاقين التدريب على مهارات الحياة التدريب على المهارات الاجتماعية الجلسات الدينية وتدريب الرفاق هيك نكون خلص لدوي الحياجات الخاصة طيب المشكلات التي يعاني منها المعاقين ذوي الفئات الخاصة طبعا المعاقين ذوي الفئات الخاصة يواجه المجموعة وتنوية المشكلات أي تؤثر على حياتهم اليومية واندماجهم في المجتمع طبعا هذه المشكلات يمكن أن تكون جسدية نفسية اجتماعية وقصادية المشكلات الجسدية مثلا صعوبة في التنقل إذن تحديات في التنقل بسبب عدم توفر البيئة البنية التحتية المناسبة مثل المخدرات أو المصاعد المشكلات الجسدية طبعا صعوبة في التنقل أشخاص دولي العاقة الحركية يواجهون تحديات في التنقل بسبب عدم توفر البنية التحتية المناسبة مثل المخدرات أو المصاعد مثل شخص يستخدم كرسي متحرك يجد صعوبة في الوصول إلى الطابق العليا في المباني القديم مثلا التي تفتقر إلى المصاعد أو المنحدرات الحاجة إلى معدات طبية خاصة الأشخاص دولي العاقة الجسدية والحسية قد يحتاجون إلى أجهزة طبية أو تكنولوجيا مساعدة تكون مكلفة وصعبة في الحصول عليها مثال طفل كفيف يحتاج إلى أجهزة قارئة للمصوص بطريق تبراره يتمكن من الدراسة المشكلات النفسية لاكتئاب القلق الأشخاص دولي العاقة قد يعانون من مشاعر الاكتئاب أو القلق بسبب العاقة والتحديات اليومية التي تتواجههم الشاب يعاني من اكتئاب نتيجة شعوره بالعزلة الاجتماعية بسبب عاقاته الحركية وعدم تمكنه من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية كأقرانه الشعور بالنقص أو الدونية بعض الأشخاص دولي العاقة قد يعانون من ضعف في الثقة بالنفس نتيجة للشعور بأنهم مختلفون أو غير قادرين على المساهمة بشكل كامل في المجتمع مثل الفتاة تعاني من إعاقة سمعية تشعر بالخجل من استخدام جست السمع في الأماكن العامة خوفا من نظرات الآخرين إذن فتاة تعاني من إعاقة سمعية إذن فتاة تعاني من إعاقة سمعية تشعر بالخجل من استخدام جست السمع في الأماكن العامة خوفا من نظرات الآخرين مثلا مشكلات اجتماعية التمييز والتنمر طبعا دائما الأشخاص دولي عاقة غالبا ما يواجهون التمييز أو التنمر في المدارس أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة إذن يواجهون تمييزا وتنمرا في المدارس أو الأماكن العامة أو في أماكن العمل مثل طفل يعاني من متلازمة دون يتعرض التنمر من زملائه في المدرسة بما يجعله يشعر بالعزلة والرفض العزة الاجتماعية قد يشعر الأشخاص دولي عاقة بالعزلة بسبب عدم توفر الفرص الكافية للتفاعل اجتماعي أو عدم وجود دعم اجتماعي كافي رجل مسن مثلا يستخدم كرسي وتحرك يجد صعوبة في المشاركة في الأنشطة المجتمعية بسبب قلة الأماكن المجهزة لاستقباله إذن بسبب قلة الأماكن المجهزة لاستقباله هناك أيضا مشكلات تعليمية على توفر التعليم المناسب طبعا أطفال دولي عاقة قد يواجهون تحديات في الحصول على التعليم المناسب الذي يلبح احتياجاتهم الخاصة الطفل يعاني من طراب طيف التوحد لا يحصل على خطة تعليمية فردية مناسبة في مدرسته مما يؤدي إلى تراجع أدائه الأكاديمي إذن عدم توفر التعليم المناسب أطفال دولي عاقة يواجهون تحديات في الحصول على التعليم المناسب الذي يلبح احتياجاتهم الخاصة مثال طفل يعاني من طراب طيف التوحد لا يحصل على خطة تعليمية فردية مناسبة في مدرسته مما يؤدي إلى تراجع أدائه الأكاديمي نقص الموارد التعليمية قد تفتقر المدارس إلى الموارد اللازمة لدعم الطلاب ذو اللعاقة بشكل فعال إذن تفتقر المدارس إلى الموارد اللازمة لدعم الطلاب ذو اللعاقة بشكل فعال مثلا مدرسة لا تنتلك أدوات تعليمية بطريق تبراي المثالي للأصفاء المكفوفين مما يجعل من الصعب عليه متابعة المناهج الدراسية هناك أيضا مشاكل اقتصادية التكاليف المرتفعة للرعاية والدعم طبعا الأشخاص ذو الإعاقة غالبا مواجهون تكاليف عالية للحصول على الرعاية الطبية أو الأجهزة المساعدة مثال استرى لديها طفل يعاني من شلل دماغي تحتاج إلى تكاليف باهظة لتوفير العلاج الطبيعي والأجهزة الطبية اللازمة إذن التكاليف المرتفعة على الرعاية والدعم الأشخاص ذو الإعاقة غالبا مواجهون تكاليف عالية للحصول على الرعاية الطبية أو الأجهزة المساعدة مثال استرى لديها طفل يعاني من شلل دماغي تحتاج إلى تكاليف باهظة لتوفير العلاج الطبيعي والأجهزة الطبية اللازمة الصعوبة للحصول على عمل الأشخاص ذو الإعاقة قد يواجهون تحديات في الحثور على فرص عمل مناسبة بسبب التمييز أو عدم توفر أماكن عمل مجهزة مثل شخص يعاني من إعاقة حركية يجد صعوبة في الحصول على وظيفة تتناسب مع قدرته بسبب نقص فرص العمل المهيئة لاستقبال أشخاص ذو الإعاقة طبعا هناك المشكلات الأهم هي المشكلات القانونية وحقوق الإنسان عدم توفر الحماية القانونية للأشخاص ذو الإعاقة في بعض البلدان قد لا تكون هنا قوانين كافة لحماية حقوق الأشخاص ذو الإعاقة مما يعرضه من التمييز والإساءة شخص يعاني من إعاقة جسدية يواجه رفضا في مكان العمل ولا يجد قوانين تحميه من التمييز الوظيفة مثلا إذن عدم توفر الحماية القانونية قد لا يكون هناك قوانين كافة لحماية حقوق الإنسان ذو الإعاقة مما يعرضه من التمييز والإساءة طبعا شخص يعاني من إعاقة جسدية يواجه رفضا في مكان العمل ولا يجد قوانين تحميه من التمييز الوظيفة صعوبة الوصول للخدمات الأشخاص ذو الإعاقة قد يجدون صعوبة في الوصول للخدمات العامة مثل الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية مثل امرأة كفيفة تجد صعوبة في الوصول للخدمات الصحية بسبب على توفر المعلومات بطرق مسيرة عفوا ميسرة إذا امرأة كفيفة تجد صعوبة في الوصول على خدمات صحية بسبب على توفر المعلومات بطرق ميسرة مثل كتاب بالطريق تبرايل مثلا أو المساعدة الصوتية تحسين حياة الأشخاص ذو الإعاقة يطلب جهودا شاملة من المجتمع والحكومات توفير البنية التحتية المناسبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وضمان حقوقهم القانونية وتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل إذن المشكلات القانونية وحقوق الإنسان عدم توفر الحماية القانونية في بعض البلدان قد لا تكون هناك قوانين كافية لحماية حقوق الأشخاص ذو الإعاقة مما يعرضهم للتمييز والإساءة إذن شخص يعاني من إعاقة جسدية يواجه رفضا في مكان العمل ولا يجد قوانين تحميه من التمييز الوظيفي صعوبة الوصول إلى الخدمات الأشخاص ذو الإعاقة قد يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية مثال امرأة كافية تجد صعوبة في الحصول إلى خدمات صحية بسبب عدم توفر المعلومات بطرق ميسرة مثل الكتاب بطريقة برايل أو المساعدة الصوتية إذن هذه المشكلات هي مشكلات التي واجهها الأشخاص ذو الإعاقة المشكلات الجسدية والمشكلات النفسية والمشكلات الاجتماعية والمشكلات التعليمية والمشكلات الاقتصادية والمشكلات القانونية وحقوق الإنسان إذن تحسين حياة الأشخاص ضوء الإعاقة يطلب جهودا شاملة من المجتمع والحكومات لتوفير البنية التحتية المناسبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وضمان حقوقه من القانونية وتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل الله أحد عنده سؤال هذا عنده تعليق أو مناقش ننتقل إلى المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين إذن المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين إذن المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين طبعا لخصها شاكر قنديل عام 1996 بما يلي المعوق له جميع مطالب واحتياجات البرد العادي المعوق يحتاج إلى تدريب على المهارات الأساسية للتوافق مع الآخرين يحتاج إلى التجزيع المستمر اعتماد على ذاته والاستقلالية يحتاج إلى التركيز على مواطن قوة لديه ويحتاج إلى تقديم المساعدة عندما يكون بحاجة إليها ومشكلته هي مشكلة الأسرة كلها والوالدين لديهم مشاعر سلبية والوالدين وباقي أفراد الأسرة يحتاجون إلى التعرف على معنى الإعاقة إذن المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين إذن المبادئ الأساسية في إرشاد المعاقين أول مبدأ هو المبدأ الحرية أو الاحترام والكرامة إذن الاحترام والكرامة في إرشاد المعاقين يجب أن يكون الاحترام والكرامة هما أساس بالتعامل معهم يعني هذه معاملتهم بكل احترام وتقطير والاحترام بكرامتهم الإنسانية بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها إذن الاحترام والكرامة في إرشاد المعاقين يجب أن يكون الاحترام والكرامة هما الأساس بالتعامل معهم يعني هذا معاملتهم بكل احترام إذن يعني هذا معاملتهم بكل احترام وتقدير والاعتراق بكرامتهم الإنسانية بغض النظر عن نوع العلاقة التي يعانون منها إذن عندما يقدم مرشد رشاد أو داعم نفسي لشخص يعاني من عاقة جسدية يجب عليها أن يحترم خصوصيته وأن يطلب إذنه قبل تقديم أي نوع من الدعم أو المساعدة إذن في إرشاد المعاقي نجب أن يكون الاحترام والكرامة هما الأساس بالتعامل معهم يعني هذا معاملتهم بكل احترام وتقدير والاعتراق بكرامتهم الإنسانية بغض النظر عن نوع العلاقة التي يعانون منها إذن عندما يقدم مرشد أو داعم نفسي إرشاد لشخص يعاني من إعاقة جسدية مثلا يجب عليها أن يحترم خصوصيته وأن يطلب إذنه قبل تقديم أي نوع من الدعم أو المساعدة ثانيا التواصل الفعال يعتبر التواصل الفعال أساسيا في عملية الإرشاد إذن يعتبر التواصل الفعال أساسيا في عملية الإرشاد حيث يساعد على فهم احتياجات المعاقين وتقديم الدعم المناسب بناء على ذلك ويجب استخدام وسائل التواصل الملائمة وفقا لنوع العلاقة واحتياجات الفعال إذن يعتبر التواصل الفعال أساسيا في عملية الإرشاد حيث يساعد على فهم احتياجات المعاقين وتقديم الدعم المناسب بناء على ذلك يجب استخدام وسائل التواصل الملائمة وفقا لنوع العاقة واحتياجات الفرد طبعا إذا كان الشخص مثلا يعاني من عاقة سمعية فقد تكون لغة الإشارة أو الاتصال البصري كتابة رسائل مثلا وسيلة فعال التواصل معهم إذن إذا كان الشخص يعاني من عاقة سمعية فقد تكون لغة الإشارة أو الاتصال البصري كتابة الرسائل وسيلة فعال التواصل معهم إذن التواصل الفعال يعتبر التواصل الفعال أساسيا في عملية الإرشاد حيث يساعد على فهم احتياجات المعاقين وتقديم الدعم المناسب بناء على ذلك يجب استخدام وسائل التواصل الملائمة وفقا لنوع العاقة واحتياجات الفرد طبعا إذا كان الشخص مثلا يعاني من عاقة سمعية قد تكون لغة الإشارة أو الاتصال البصري كتابة الرسائل وسيلة فعالة للتواصل معهم ثالثا التفاهم والتعاطف يجب أن يظهر الدعم أو المرشد تفاهما وتعاطفا مع المعاناة التي يواجهها المعاقون وأن يكون مستعد لتقديم الدعم والمساعدة في تجاوز التحديات إذا يجب أن يظهر المرشد أو الداعم إذا يجب أن يظهر المرشد أو الداعم تعاطفا مع المعاناة التي يواجهها المعاقون وأن يكون مستعد لتقديم الدعم والمساعدة في تجاوز التحديات إذن يمكن للمرشد الاستماع بتفاهم لتجارب المعاقين وتقديم الدعم العاطفي والنفس اللازم لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات اليومية الاستماع الفعال يجب على المرشد الاستماع بعناية إلى ما يقوله المعاقون وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم وتوجيههم بشكل مناسب بناء على ذلك إذن يجب على المرشد الاستماع بعناية إلى ما يقوله المعاقون وفهم احتياجاتهم وخاوفهم وتوجيههم بشكل مناسب بناء على ذلك إذن عندما يشارك شخص يعاني من اضطراب طيف التوحد مشكلته ومخاوفه ينبغي على المرشد الاستماع بعناية والعمل معه لتطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المشكلات إذن عندما يشارك شخص يعاني من اضطراب طيف التوحد مثلا مشكلته ومخاوفه ينبغي على المرشد الاستماع بعناية والعمل معه لتطوير استراتيجيات للتعاون مع هذه المشكلات إذن استماع الفعال يجب على المرشد الاستماع بعناية إلى ما يقوله المعاقون وفهم احتياجاتهم وخوفهم وتوجيههم بشكل مناسب بناء على ذلك إذن عندما يشارك شخص يعاني مثلا من اضطراب طيف التوحد مشكلته ومخوفه ينبغى على المرشد أو الداعم الاستماع بعناية والعمل معه وتطوير استراتيجيات للتعاون مع هذه المشكلات الشمولية والتكامل يجب أن يتم تضمين المعاقين في جميع جوانب الحياة والمجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إذن يجب أن يتم تضمين المعاقين في جميع جوانب الحياة والمجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إذن الشمولية والتكامل يجب أن يتم تضمين المعاقين في جميع جوانب الحياة والمجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إذن ينبغي أن تكون المدارس مجهزة مثلا بمرافق يمكن الوصول إليها لجميع الطلاب بما في ذلك المعاقين مما يسمح لهم بالمشاركة بشكل كامل في الحياة المدرسية إذن ينبغي أن تكون المدارس مجهزة بمرافق يمكن الوصول إليها لجميع الطلاب بما في ذلك المعاقين مما يسمح لهم بالمشاركة بشكل كامل في الحياة المدرسية إذن المبادئ الأساسية إذن احترام الكرامة تواصل الفعال الفهم والتفاهم والتعاطف الاستماع الفعال الشمولية والتكامل التكيف والمرونة يجب أن يكون الرشاد متكيفاً مع احتياجات وقدرات كل فرد إذن يجب أن يكون الرشاد أو الدعم متكيفاً مع احتياجات وقدرات كل فرد مما يتطلب مورونة في الخطط والاستراتيجيات المستخدمة إذن يجب أن يكون الرشاد أو الدعم متكيفاً مع احتياجات وقدرات كل فرد مما يتطلب مورونة في الخطط والاستراتيجيات المستخدمة طبعاً إذا كان الشخص يعاني من عاقة حركية تجعله غير قادر على استخدام السلال مثلاً يمكن المرشي تطوير خطة لتوفير وسائل ومرات بديلة تمكنه من الوصول إلى الأماء المختلفة بسهولة. إذا يجب أن يكون الأشياء متكيفاً مع احتياجات وقدرات كل فرد. مما يطلب مرونة في الخطط الاستراتيجيات المستخدمة. طبعاً اذا كان الشخص مثلاً يعاني من عاقة حركية تجعله غير قادر على الاستخدام السلالة مثلاً يمكن المرشد او الداعم تطوير خطة لتوفير وسائل ومرات بديلة تمكنهم الوصول الى ماكل مختلفة بسهولة. آآ التعاون والشراكة يجب على المرشدين التعاون مع افراد اسرة المعاقين والجهات المعنية الاخرى لتوفير الدعم الشامل ومتكامل. اذا يجب على المرشدين التعاون مع افراد اسرة المعاقين والجهات المعنية الاخرى لتوفير الدعم الشامل والمتكامل. اذا يمكن المرشد ان يعمل بالتعاون مع افراد اسرة الشخص المعاق لتحليل احتياجاته وتطوير خطة شاملة لدعمه ومساعدته في تحقيق أهدافه الثامنة الاستقلالية وتمكين الذات يجب أن يهدف الأرشاد أو الدعم إلى تعزيز الاستقلالية وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيع مع اكتساب المهارات اللازمة للتحكم في حياتهم إذن يجب أن يهدف الأرشاد إلى تعزيز الاستقلالية وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيعهم على اكتساب المهارة اللازمة للتحكم في حياتهم إذن استقلالية وتمكين الذات يجب أن يهتف الأرشاد إلى تعزيز الاستقلالية وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيعهم على اكتساب المهارات اللازمة للتحكم في حياتهم إذن يمكن للمرشد تقديم التدريب والدعم للشخص المعاق ليتعلم كيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة لزيادة استقلاليته في الحياة اليومية إذن يمكن للمرشد أو الدان تقديم التدريب والدعم للشخص المعاق ليتعلم كيفية استخدام تكنولوجيا المساعدة لزيادة استقلاليته في الحياة اليومية مثل استخدام الأجهزة التي تساعد على الكتابة للأشخاص الذين يعانوا مصعوبات في الكتابة إذا استقلال وتمكين الذات يجب أن يهتف الرشاد إلى تعزيز الاستقلالية وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيع معكساب المهارات اللازمة للتحكم في حياتهم مثال يمكن للمرشد تقديم التدريب والدعم للشخص المعاق ليتعلم كيفية استخدام تكنولوجيا المساعدة لزيادة استقلاليته في الحياة اليومية مثل استخدام الأجهزة التي تساعد على الكتابة للأشخاص الذين يعانون مصعوبة اشتركوا في القناة إذا الاستقلال وتمكين الذات يجب أن يهتف الرشاد إلى تعزيز استقلالية وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيع معكساب المهارات اللازمة للتحكم في حياتهم يمكن للمرشد تقديم تدريب والدعم للشخص المعاق ليتعلم كيفية استخدام تكنولوجيا المساعدة لزيادة استقلالية أو استقلاليته في الحال اليومية مثل استخدام الأجهزة التي تساعد على الكتابة للأشخاص الذين يعانون مصعوبات في الكتابة الحفاظ على الخصوصية والسرية يجب على المرشد الالتزام بالخصوصية والسرية في جميع الاتصالات والمعلومات المتعلقة بالمعاقين وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة إذن يجب على المرشد الالتزام بالخصوصية والسرية في جميع الاتصالات والمعلومات المتعلقة بالمعاقين وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة إذن يجب أن يتم تخزين المعلومات الشخصية للمعاقين بأمان والسرية ولا يجب مشاركتها مع الأفراد أو الجهات غير المخولة بالحصول عليها إذن يجب أن يتم تخزين المعلومات الشخصية للمعاقين بأمان وسرية ولا يجب مشاركتها مع الأفراد أو الجهات غير المخولة بالحصول عليها التحديث والتطوير المستمر يجب أن يكون الإرشاد مبنية على أحداث أبحاث وموارسات فعالة إذن يجب أن يكون مبنية على أحداث الأبحاث والموارسات الفعالة مع الاستمرار في التحديث والتطوير بما يتناسب مع تطوير احتياجات والتطلعات إذن يجب أن يكون الإرشاد مبنية على أحداث الأبحاث والموارسات الفعالة مع الاستمرار في التحديث والتطوير بما يتناسب مع تطوير احتياجات والتطلعات إذن يجب أن يبقى المرشد على الطلاع دائم بأحداث تطورات في مجال العاقة والتكنولوجيا المساعدة وأن يواكب التغييرات لتوفير الدعم الأمثل للمعاقين إذن يجب أن يبقى المرشد على الطلاع دائم بأحداث التطورات في مجال العاقة والتكنولوجيا المساعدة وأن يواكب التغييرات لتوفير الدعم الأمثل للمعاقين التكيف والمرونة إذن عندما يحتاج شخص معاقل التنقل داخل المدينة يمكن للمرشد أو الدعم تقديم خيارات متعددة مثل خدمات النقل العامة أو استخدام التطبيقات يتوفر خدمات سيارات العجر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إذن تكيف والمرونة إذن عندما يحتاج شخص معاقل التنقل داخل المدينة يمكن للمرشد تقديم خيارات متعددة مثل خدمات النقل العامة أو استخدام تطبيقاته يتوفر خدمات سيارات العجر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التعاون والشراكة إذن يمكن للمرشد المعاقين يتعاون مع المدرسة والأهل لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للتلميذ المعاق بتطوير خطة فردية للدعم التعليمي تشمل توفير مواد تعليمية ملائمة ودورات تدريبية للمعلمين إذن يمكن للمرشد المعاقين أن يتعاون مع المدرسة والأهل لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للتلميذ المعاق إذن تعاونوا الشراكة يمكن للمرشد المعاقين يتعاون مع المدرسة والأهل لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للتلميذ المعاق بتطوير خطة فردية للدعم تعليمي تشمل توفير مواد تعليمية ملائمة ودورات تدريبية للمعلمين الاستقلال وتمكين الذات يمكن للمرشد تقديم دورات تدريبية للشباب المعاقين حول كيفية تطوير مهارات الحياة اليومية مثل تطوير مهارات الحياة اليومية تسوق وإعداد طعام لتمكينهم اعتداد الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر إذن يمكن للمرشد تقديم دورات تدريبية للشباب المعاقين حول كيفية تطوير مهارات الحياة اليومية مثل التسوق وإعداد الطعام لتمكينهم اعتماد على أنفسهم بشكل أكبر الحفاظ على الخصوصية والسرية يجب على المرشد أن يحترم خصوصية المعلومات الشخصية للمعاقين وعدم مشاركتها مع الآخرين دون موافقة منهم حتى في الحالات التي يطلب العمل بالتعاون مع جهات أخرى إذن يجب على المرشد أن يحترم خصوصية المعلومات الشخصية للمعاقين وعدم مشاركتها مع الآخرين دون موافقة منهم حتى في الحالات التي يطلب العمل والتعاون مع جهات أخرى تحديد التطوير المستمر يمكن المرشد المعاقين أن يحضر برش عمل ودورات تدريبية منتظمة لتطوير مهاراته والبقاء على اطلاع دائم باحت التطورات في مجال الارشاد والدعم للمعاقين إذن عندما مثال آخر عندما يواجه شخص معاق صعوبات في الانتقال بين الفصول في المدرسة يصدر اقتراف الحركة يمكن المرشد تقديم حلول مرونة مثل توفير فترات استراحة ضافية بين الفصول أو توفير مسارات مخصصة لانتقال داخل الفصول ويمكن المرشد تقديم دورات تدريبية للشباب المعاقين حول كيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة لتحقيق الاستقلالية في الحياة اليومية مثل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لدارة المهام اليومية وعند تقديم الخدمات الطبية المعاقين لجبع المرشد ضمان حفظ السرية للمعلومات المرضى وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر دون موافقة صريحة من المريض ويمكن المرشد المشاركة في الندوات وورش العمل والدورات تدريبية طبعا البقاء يطلع دائما بأحدث الطورات في مجال الارشاد والدعم للمعاقين وتطبيق تلك المعرفة في عمله اليومي طبعا أمثلة كثيرة توضح كيفية تطبيق المبادل الأساسية في ارشاد المعاقين في مختلف المجالات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم وتحسين تجربتهم اليومية مراجعة سريعة للمبادل الأساسية في ارشاد المعاقين بعد أن تحدثنا عن المشكلات التي يعاني منها المعاقين المبادل الأساسية في ارشاد المعاقين طبعا هناك كثير مجموعة المبادل الأساسية التي يتم اعتماد عليه ضمان تقديم الدعم والارشاد الفعال الاحترام والكرامة تحدثنا يجب عن المشكلات التعاون مع المعاقين بشكل الاحترام وكرامة مع مرعاة استقلالاتهم وحقوقهم كأشخاص التواصل الفعال يجب توفير بيئة التواصل المفتوحة وصادقة واستخدام وسائل التواصل المناسبة وفق احتياجات كل فرد الاحترام والكرامة يمكن المشكلة استماع بتفاهم التجارب المعاقين وتقديم الدعم العاطفي والنفس اللازم لساعدتهم في التغلب على الصعوبات اليومية الاستماع الفعال عندما يشارك شخص يعاني من اضطراب طيف التواصل مثل مشكلاته وخوفه ينبغي على المرشد الاستماع بعناية والعمل معه في طويل استراتيجي التعامل مع هذه المشكلات الشمولية والتكامل يجب أن يضمن تضمين المعاقين في جميع جوانب الحياة والمجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية ينبغي أن تكون مدارس مجهزة بمرافق يمكن الوصول إليها جميع الطلاب بما في ذلك المعاقين مما يسمح لهم المشاركة بشكل كامل في الحياة المدرسية التكيف المرونة يجب أن يكون للمرشد متكيفاً مع احتياجات وقدرات كل فرد مما يطلب مرونة في القطط والاستراتيجيات المستخدمة مثل الشخص يعاني من إعاقة حركية تجعله غير قادر على استخدام استلالم يمكن للمرشد أن يطور خطة لتوفير وسائل ومرات بديلة تمكنه الوصول إلى أماكن مختلفة بسهولة التعاون الشراكي يجب على المرشد التعاون مع أفراد أسرة المعاقين والجهات المعنية الأخرى لتوفير الدعم الشامل ومتكامل إذن يمكن للمرشد أن يعمل بالتعاون مع أفراد أسرة الشخص المعاق لتحديد احتياجاته وتطوير خطة شاملة لدعمه ومساعدته في تحقيق أهدافه الاستقلالية وتمكين الذات يجب أن يهتف الأرشاد لتعزيز الاستقلالي وتمكين الذات لدى المعاقين وتشجيع مع الكساب المهارات اللازمة للتحكم في حياتهم إن يمكن للمرشد تقديم التدريب والدعم للشخص المعاق ليتعلم كيفية استخدام تكنولوجيا لزياد استقلالته في الحياة اليومية مثل استخدام الجهزة يتساعد على الكتاب الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكتابة طبعا تركيز الحفاظ على الخصوصية والسرية يجب الالتزام بالخصوصية والسرية في جميع اتصالات والمعلومات المتعلقة للمعاقين وفقا للقوانين العنظمة لتصلة يجب أن يتم تخزين المعلومات الشخصية للمعاقين بأمان وسرية ولا يجب مشاركتها مع الأفراد أو الجهات غير المخولة بالفصول عليها طبعا تحديث والتطوير المستمر إذن يجب أن يكون الرشاد مبني على أحداث الأبحاث والمعارسات الفعالة مع الاستمرار في التحديث وتطوير بما يتناسب مع تطوير احتياجات والطلعات إذن يجب أن يبقى المرشد على الطلاع دائم بأحدث تطورات بمجال الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة وأن يواكب التغييرات وتوفير الدعم الأمثل للمعاقين إذن تطبيق هذه المبادئ يساعد لتحسين جود الحياة للمعاقين وتوفير الدعم اللازم لهم للتمتع بحياة كريمة ومستقلة إذن مما يعزز جود الحياة لديهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم والمشاركة بشكل كامل في المجتمع